اشتركوا في القناة كل واحد منها لديه مماثله أو مماثلته المفضلة والذين يؤدون دورهم بإتقان كبير لكن عندما يصلون للشهرة العالمية نلاحظ كيف يصبحون أثرياء جدا ويعيشون حياة فاخرة وفي غينا فاحش كما تتضعف ثروتهم عندما يتزوجون بنجوم سينمائية أو أي مليونير وبذلك يخرج للوجود جيل من المشاهير الأثرياء حيث يولد أبناؤهم وفي فمهم ملعقة من ذهب ويبدأ البعض منهم صرا مبكرا في هوليوود في حين يقرر البعض الآخر عدم العمل ويتفرغ للسفر والاستمتاع بحياته لابد أن لهم حسادا كثيرين هليس كذلك؟ سنقدم لكم اليوم عشرة من أغنى عائلات هوليوود لعام 2016 عاشرا ويل سميث وشادا بينكت تصل ثروة العائلة إلى 300 مليون دولار ويعد ويل سميث من أنجح الممثلين حاليا وهو معروف بأفضل أفلامه كهيتش وقد ساهمت موهبته في أن يحصل على أكبر أجرة من بين الممثلين وقد ركم صروة تقدر بـ 200 مليون دولار زوجته جدا بينكت هي ممثلة ظهرت في عدة أفلام ناجحة مثل ماتريكس وقد جلبت لعائلتها 20 مليون دولار المثير أن طفليهما جادا وعويلاو يعملان هما أيضا في هوليوود وقد جمع أموالا كثيرة في مصاريهما القصير وصروتهما تقدر بـ 11 مليون دولار لذلك فهما لا يطلبان نقودا من والديهما وتعيش العائلة في منزل فاخر يصل ثمنه إلى 20 مليون دولار تسعا براد بيت وأنجلينا جولي تقدر ثروة العائلة بـ 440 مليون دولار ويعد براد وأنجلينا من الأزواج المحموبين في هوليوود ورغم أن الصحافة نشرت خبر تلاقيهما وراهنت على ذلك إلا أن براد وأنجلينا يصنفان من بين أكبر الممثلين أجرة في هوليوود تقدر ثروة براد لوحده بـ 240 مليون دولار في حين تصل ثروة أنجلينا إلى 200 مليون دولار ويربي الزوجان ستة أبناء ثلاثة منهم متبنون وثلاثة الآخرون من صلبهما ثامنا تقدر ثروة الأسرة بـ 480 مليون دولار توم لعب كرة القدم الأمريكية في صف الهجوم في فريق نيو أنجلند باتريوت يعد من أفضل اللاعبين كما أنه راكم ثروة تقدر بـ 120 مليون دولار فضلا عن كونه متزوج من جيزيل بانشان التي تعتبر عارضة من العارضات التي تتلقى أجرا خياليا فقد عملت مع علامات تجارية كبرى مثل كارولينا إيريرا وشانيل تبلغ ثروتها 360 مليون دولار تضم الأسرة طفلين وتعيش في منزل فاخر تقدر قيمته بـ 40 مليون دولار في بروكلين ماساتشوسيتس سابعا عائلة كارداشيان تبلغ ثروة العائلة 480 مليون دولار وهي العائلة الأكبر من حيث عدد الأفراد في هاليوود وكل العائلة توجد تحت الأضواء بدءا بالسيدة ماري جينر وابنتها كاندل جينر العارضة والخطيبة المفترضة لجيستن بيبر كما تصمم الملابس مع أختها كيلي جينر التي هي بدورها عارضة وتقدر ثروة كل واحدة منهما بعشرة ملايين دولار كيم كارداشيان الأخت الكبرى وأشهر فرد في العائلة تزيد ثروتها عن 80 مليون دولار وزوجها مغني راب كيني ويست تبلغ قيمة ثروته 145 مليون دولار أما الأخوات الأخرى يتو كيلي وكورني فتجمعان ثروة تقدر بـ 25 مليون دولار الأخ الأصغر راب كارداشيان المكتئب بسبب معاناته من الوزن الزائد فيراكم ثروة تقدر بمليوني دولار وتراكم العائلة كلها ما يفوق الـ 500 مليون دولار سادسا جيمس برولين وباربرا ستريسند تقدر ثروتهم بـ 700 مليون دولار باربرا كانت مغنية قبل أن تصبح ممثلة وهي من أكثر المغنيات التي حصلت العديد من الجوائز على مر التاريخ حيث حصلت على عشر جوائز جريمي بـ 150 مليون قرص بيع عبر العالم كما أنها ممثلة حققت أكبر المبيعات في التاريخ حظيت بشهرة كبيرة في عالم السينما بفيلم يانتي وعلى طول مسارها المهني ارتفع حسابها ليصل إلى 650 مليون دولار أما زوجها جيمس الممثل والمنتج والمخرج فثروته تقدر بـ 50 مليون دولار وقد تزوج عام 1998 وتزيد ثروته محاليا عن 750 مليون دولار كما تستمر في الارتفاع خامسا ديفيد وفكتوريا بيكام تقدر ثروة الزوجين بـ 730 مليون دولار ديفيد بيكام لاعب كرة قدم سابق فاز بعصبة البطولة مع ريال مدريد وفي الأخير لعب مع نادي باريسان جيرمان الذي تركه عام 2013 تعرف زوجته باسم فيكتوريا بيكام ممثلة ومصممة أزياء الموضة ورغم أن ديفيد اعتزل كرة القدم وزوجته كانت مغنية في فرقة غير مشهورة فلتزال الأسرة تراكم الأموال الكثيرة بفضل العلامة التجارية بيكام وهي من أنجح المشاريع في المملكة المتحدة إذ يجنيان أرباحاً تفوق أرباح العائلة الملكية وتتكون الأسرة من ثلاثة أولاد وطفلة رابعاً جايزي وبيونسي تقدر ثروتهما بـ 1100 مليون دولار جايزي من أشهر الفنانين الأغنياء وهو مغني راب فاز بعدة جوائز كما أنه صاحب شركة اتدال للموسيقى وقد راكم ثروة تقدر بـ 650 مليون دولار زوجته بيونسي واحدة من أشهر الفنانات شعبية بأكبر عدد من المتتبعين على مواقع التواصل الاجتماعية وثروتها تقدر بـ 450 مليون دولار عموداء العائلة الملكية للبوب هما جوي وكاترين جاكسون وقد أصبح أبناؤهما مشهورين جداً بفضل مجموعة جاكسون 5 بعد ذلك استقل كل واحد على حدة وكان الأنجح هو مايكل سبع سنوات بعد موته لا تزال ثروته هائلة وتقدر بـ 600 مليون دولار ويملك أبناؤه الثلاثة ثروة تقدر بـ 100 مليون دولار لكل ابن في حين تقدر ثروة أخته جانيت بـ 150 مليون دولار ويمكن لباقي الإخوة اقتسام باقي الثروة والتي تتراوح بين 2000 دولار ومليون دولار للفرد الواحد ثانياً ستيفن سبيلبرغ وكيت كابشو تقدر ثروة هذين الزوجين بـ 3620 مليون دولار راكم المليونير ستيفن سبيلبرغ ثروة ضخمة كمخرج سينمائي وموثل وكاتب وقد حققت الأفلام التي أخرجها أرباحاً تقدر بتسعة آلاف مليون دولار عبر العالم ليصبح بذلك أكبر مخرج من حيث عدد التذاكر التي بيعت لأفلامه ومن بين أعماله نذكر إنديانا جونس وهو متزوج بالممثلة كيت كابشو التي راكمت ثروة تقدر بـ 20 مليون دولار هما معاً منذ 1992 وقد رزق بستة أبناء أولاً سلما حايك وفرانسوا هنري بينولت ثروة الوسرة تقدر بـ 12 ألف مليون دولار سلما حايك ممثلة مكسيكية أمريكية حققت نجاحاً كبيراً في هاليوود تصل ثروتها إلى 85 مليون دولار لكن هذه الأخيرة تضاعفت عندما تزوجت الممثلة من المليونير الفرنسي هنري بينولت عام 2009 وفرانسوا هو مالك العلامة التجارية كيرينغ وهي شركة تعمل في مجال المركات الفاخرة أسسها والده وتملك الشركة علامات مثل أليكساندر ماكوين وبيما لكن السؤال الأهم في كل هذا هو ما إذا كانت هذه الأسر تعيش في نعيم ورخاء وسعادة أم لا أرجو أن تدل بآرائكم مشكورين إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم